اجرى المنتخب الوطني الاول لكرة القدم تدريبه الاول في معسكره العداد الخارجي بمدنية الخبر السعودية تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ويلد علي ويستعد المنتخب لخوض التصفية الاسيوية المشتركة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكاس اسيا 2027 ضمن منافسة المجموعة الثامنة التي تضم منتخب اليمن والامارات والبحرين والنيبال وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره الامارات ذهابا في الجولة الثالثة يوم الـ 21 من مارس الجاري في أبوظبي أصدر اتحاد الكرة تعميما للأندية في الدرجتين الأولى والثانية بمنع مشاركة أي لاعب في دور المريسي الرمضاني الذي يقيمه فرع اتحاد الكرة بعدا والذي يعتبره اتحاد الكرة فرعا غير شرعي متوعدا بمذكرة للأمين العام للاتحاد موجهة للأندية بمعاقبة النادي واللاعب الذي يشارك في مثل هذه الدوريات الموسمية تتواصل منافسة دور الشهيد عبدالقادر علي هلال بنسخته السابعة بالعاصمة صنعاء تحت الأضواء الكاشفة على ملعب الوحدة السباعي بنادي وحدة بصنعاء بمشاركة 28 فريقا قسمت إلى سبع مجموعات كل مجموعات تتكون من أربع فرق من مختلف لاعب العاصمة الذي يمثلون المنتخبات الوطنية ويلعبون للأندية الرسمية يصدم ريال مدريد الأسباني بمنشستر سيت الإنجليزي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك وفق القرى التي سحبت في نيونس ويسيريا وستكون ثاني أبرز المواجهات في الدور بين باريسان جيرمان الفرنسي وبرشلون الأسباني فيما يلعب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي حاليا مع باير ميونيخ الألماني وأتليتكو مدريد الأسباني مع بروسيا دورتمون الألماني ويحتضن ملعب ومبلي المباراة النهائية السبت في الحادي من يونيو أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إقامة كأس العالم تحت 17 عاما سنويا بدلا من إقامتها كل عامين على أن تستضيف قطر النسخ الخمسة المقبلة اعتبارا من 20-25 وأوضح الفيفا أن كأس العالم تحت 17 عاما ستشهد توسعا لتشمل 48 منتخبا كما هو الحال في النسخة المقبلة من كأس العالم للكبار كذلك ستقام كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات سنويا اعتبارا من 20-25 وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع يشمل 24 منتخبا حتى عام 20-29 ترجمة نانسي قنقر